بسم الله والحمد لله والسلام على نبيه المحمد صلى الله عليه وسلم في بقى أشكال العاقة البصرية ده من وجهة النظر الطبية يعني رابع هي يحدد لنا أشياء بقى وبنشرح أشياء خاصة بإيه بالعاقة البصرية طبقا لإيه للإصابات العضوية الخاصة بيها وتفسير إلى حد ما راجع إلى المجال الطبي عندنا أول شيء هي الجلوكومة وتسمى بالماء السوداء المياه السوداء وتندج عن الزيادة حتى في ضغط العين فيه ضغط العين بيبقى بزيادة فيه زيادة مما يقلل بشكل كبير وصول الدم إلى الشباكية ومن هنا بيحدث تلف للخضايا العصبية وأحيان كتير بيؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم اكتشاف الحالة إيه مبكرة طب رقم اثنين اعتامت عدسة العين وبيطلق عليها الماء الأبيض أو المياه البيضاء وتنتج عن اعتامت عدسة العين عن تصلب عن تصلب الألياف البوتينية المكونة للعدسة مما يفقدها شفافيتها تكونش إيه شفافة بالشكل الكامل طب فيه بعد كده عندنا كمان انفصال الشباكية انفصال الشباكية ده اه واضحة يعني بيبقى فيه اه زمان احنا عارفين سجب في الشباكية يسمح للسائل بالتجمع لذب ده ينطب انفصال الشباكية عن الأجزاء التي تتتصل بها طيب في اعتلال الشباكية الناتج عن السكر موض السكر بيسبب احيانا ضعف بصر وفيه الحالات الشريدة بتصبب بيحدث لها اه اه عندنا اه فقد بصر تان ودلوقتي حديثا بقى فيه عمليات كتير جدا بتتعمل بتحاول تساعد اللي هما مرضى اه السكر الحاول طبعا ده معروف بالنسبة لنا او لناس كتير اختلال وضع العينين او احدهما يعني بلله فيه مشكلة في العينين ازا كانت الحاول او فيه واحدة منه تنكيس الحفيرة هو تلف في الاوائل الدموية في منطقة الحفيرة وهي النقطة المركزية في الشباكية ضموب العصب البصري طبعا في اه يعني ما تحدثنا بالكده عن العاقة السماعية دلوقتي بنحدث عن العاقة البصرية بنتكلم دائما عن ايه العصب الموصل للمخ طيب كمان عندنا التلايه في خالف العدسي جميل وعندنا اه ترسل الحدقة الولادة اه ده راجع لا ايه للولادة ويه اه يعني دي بعض الاشكال اللي موجودة عندنا في اشكال الاعاقة البصرية اشتركوا في القناة